تفقد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة يرافقه الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرية والواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد منطقة المركزية العسكرية تضمنت هذه الزيارة تفقد مركز تنصيق أعمال دفاع الدولة حيث استمع إلى عرض تقديمي لمكونات القيادة الاستراتيجية وما تضمه من جهات تخصصية ومنشآت تعليمية وإدارية كما تفقد كذلك مركز السيطرة المتكامل لخدمات الطوارئ والسلامة العامة والمزود بأحدث النظم التكنولوجية وأليات القيادة والسيطرة كذلك المرور على نادي الفروسية بالقيادة الاستراتيجية ونادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الذين تم إنشاؤهما وفقا لأحدث المعايير الدولية في مجال رياضة الفروسية بما يؤهلهما لاستضافة كبرى البطولات الإقليمية والدولية وأشهد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة بما شاهده من إمكانات وقدرات تمتلكها الدولة تضاهي الدول الرائدة في ذلك المجال بما يعزز من قدرة قوتها المسلحة على دعم ركائز الأمن القومية ويؤكد مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط كما أعرب عن امتنانه لتلك الزيارة التي تعكس مدى علاقات التآخي بين البلدين الشقيقين متمنيا لمصر دوام التقدم والازدهار بكافة المجالات